وفي تيب بازا وفي حدود الساعة السادسة صباحا اندلع حريق على مستوى بلدية لارهات أين تم التحكم فيه في حين هذا الحريق على مستوى بلدية كما قلت قورايا مسى ثلاث قرى وتم التحكم في هذا الحريق دائما وعلى مستوى قرية إيروانو أين لا يزال أعوان الحماية المدنية لحد الساعة يحاولون إطفاء هذا الحريق في هذه القرية بعدما تم تسخير عدد من الإمكانيات المادية والبشرية لتفاصيل أوفى عن هذا الحريق المسجل في ولاية تيب بازا يلتحق بنا عبر الهاتف الرائد إبراهيم كيواز رئيس مصلحة الحماية العامة بالحماية المدنية أهلا بك سيدي مرحبا مرحبا بكم السلام عليكم وعليكم السلام سيدي ما هي تفاصيل هذا الحريق بالضبط تم تسجيل هذا اليوم 21.12.2019 على الساعة السادسة صباحا حريق على مستوى بلدية بوريا ونظر لهبوب رياح قوية انتشر إلى كل من قرى مهابة برنوس وإيروان حيث العدد الإجمالي على السكان هذه حوالي ألف عائلة فيما يخص الإسعافات التي تم تسخيرها تم تسخير 20 شاحنة إطفاء من ولاية تيب بازا كما قامت المدرية العامة للحماية المدنية بتدعمنا ب14 شاحنة ربع شاحنات من الوحدة الوطنية للتدخل ربع شاحنات من ولاية البوليدة وربع شاحنات من ولاية عيندفلة وشاحناتين من ولاية تشلف حيث بلغ العدد الإجمالي لشاحنة الإطفاء المسخرة لإطفاء هذا الحريق 34 شاحنة إطفاء ومن جاب الوسائل البشرية تم تسخير ثلث ضباط سامون عشر ضباط مرؤوسين ثم عشر ضابط ثلث ضابط و180 عون بمجموع 205 عون سخيروا لهذه العملية طيب المعلومات التي لدي أن الحريق تم إخماده في عدد من المناطق لكن لا يزال بقرية الماء لحد الآن مشتعل هذا الحريق بالفعل في قرية إروان وإن الحالة مسيطة عليها على كل حال ما فيش مواطنين وناس محاصرين لا فيما يخص المسجنة حتى حادث فيما يخص المواطنين جيد شكرا جزيلا لك رائد إبراهيم كيواز من مصلحة الحمال عامة بالحمال المدني شكرا على هذه التفاصيل